السلام عليكم خسنة مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد شيء حاجة اليوم معسكم طوب روعة تبقوا معنا الفيديو كما كتشوف هذا الكل وراء هذا نعمل فيه خشب الليزر هو فيه الإضاءة الليد مصبغ مركب الليو سبورتات ديالو الليد كما كتشوف الصور هاي لقص يكون لرقاب التركيب الخشب الليزر وكذلك عنا تكون ورماء بار وكذلك عنا تصالون التصالون تاوا يكون فيه التركيب ديال الليزر هتشوفوا جميع مراحب التركيب سيباغة التبغنيز ديالو فيديو اليوم ما الخص عيكون سبيسيا يعني مختلف ولهذا تبعوا معنا الفيديو من اول الاخر بشعر تستفلو عيكون طريقة مختلفة للعالم اول حاجة هو هذا اخشوف ديالنا قبل ما يتبغنز نوع من واحدة في كل قبل يتبغنيز كنفرش وميكا اليوم ما نستعملو ش صباغة اليوم ما نستعملو البرنيز البرنيز ما هو حل مادة وهذا البرنيز اللي نستعملو وهذا هي المادة هاد اصطرال هو البرنيز وهذا هي المادة اللي نضيفوها مع البرنيز بش كيعطي واحد لامعان وكي يغلقو شوية من كيبقاش اللوح كيتتغلق شوية كما تشوفوا ده بعد قليل في الصورة ودلوان يعني الزيس ديالك اللي يمشي مع هذا وعنه حرولو اللي نحن نخلطو ذاك المادة مع البرنيز مع دلوان كان نحركوهم وكيكون عندنا الرولو الرولو تسبوخة ماشي الرولو ياخر اللي فيها القطن الرولو ديالسبوخة وكي نبدو نبرنزو خشب ديالله ينظم اول حاجة كنفرشوه كامل في الارض الخوس هاداك المادة الخوس اللي قلنا يعني كتمشي مع البرنيز يعني احنا فيديوهات شفتوا فيديوهات ديالنا قبل يعني الساعة من الناس سيباغ اليوم ان شاء الله يربي اتساهم لانشوفوا معنا الطريقة ديال البرنيز موما يطلع روعة البرني هادا يطي واحد لا معان وكي يطي واحد كما كتشوفوا موما ده با عمله جوج ديال جوج ديال الازاء ديال البرنيز سوف نبرنزو دابا نطيه البرنيز برنيز كامل وعاد نخليه اهتل لغده عاد رجع لغده اه اليد الثاني يعني جوج مارس في اندراب له البرنيز اندراب له هاد اليد هادا حيس كي شرب هاد اليد هادا كي شربوه وما زال اخسني عاوس نعاود له اليد الثاني باش كي طلع البرنيز كيف ما بغينا تشوفوا الطرزة مختلفة اول مرة الترزة مزالا جديدة يعني اول مرة تشوفها الترزة اللي كاينة ديال اليزر والطرزة ديال الصالون هاتكن مختلفة على الطرزة اللي هادين عمله في الكلور وهادت الترزة دياله بي سي جلس هي عادة في جي مغلب تجيبينه لأول حاجة دياله الغيشاء ديالو اللي جي فيه فلاصتر برقش يبقى نعي بليكسي غلاس وده القطع دينا وكام بدو دابا مرحلة ديالتسر كيف الخص شعرنا دابا الليد ندرش تشوفو كيش كي عامل ديكور من داخل شعرنا شبورتاز مش تشوفو الخدمة كيفش عاش مشي وكنجيبو قطع ديال الخاشب يا هده اللايزر شفتو الخص من لي برنزنا ورجعنا عودنا كيفش عطاو حد لماعا كي عطيه حوحة البريو كنسميه بريو كي عطيه لماعا وموما انتم ما تشوفو في اخر الفيديو الخص كيفش عايقون مصبوغ وبالايداءة دياله عنوريكم كيفش عايقون بالنهار والليل موما خصكم تبعوا معنا هاتف فيديو بجميع التفاصيل باش هتستفدون ان شاء الله يا ربي وكل واحد عدي معلوما لبعض موما الخص هاد ديكور ديال الخاشب ديال اللايزر رغمكين شي شي موديل جامورة اخر مكاين في الديكورات ديال الجبس هو خشب ديلال ليزر يعني هاد ديكور هذا يعني هو اخر مكاين والدليل هو ان التمني علوه غالي شوية يعني اغلى حاجه دا بكينك القبس هو خشب ديلال ليزر واللي كيغليه كتر وذك بيكسي گلاس يعني ذك بليكسي گلاس هذا كرا هو غالي تحت على الخاشب قشك يكون فيه البليكسي گلاس والنوع ديال الخاشب وهو الحاجة الخص ما اتطرقنا شي ديلة انتبه معنا بشاهدين جميع التفاصيل احقاش كينا بعد النوع ديال اللح الليم كله يتبرنز وكينا بعد النوع ديال اللح را ما يتلعش فيه البرنز اللح لسا عمنا موم دا بك ما شفتو دا بك الركب هذا كل بدي اسم التربية ديال الوسط كالركب كامل كالركب بليكسي واللح هو كتب يعني كي يتابل اصلا ديال من قبل كنا موجد له المكان دياله وعملين واحد البلاسة في كيتفكسة ما ينزل الخشب دا بليزر كيتفكسة ما كيبقاش ما يمشي لها هكالا 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 تقدر تمسحه تقدر يعني اي حاجة ما يوقع له كيبقى بلاسه يعني ما كي مشي لها كتيجا لا يوال يعني كنشطبه لكي ينشي شي حاجة تحسمنه بش كينزل كي يجي معه وطل كي ينشي شي حاجة كنشطبه وكان بده نقدر الخشب يعني هذا اه يعني الشرك نفس القياس اللي يبقى مهنا يبقى مهنا نفس مسالم قد سنتيم مع الحاشي يخصص عجية اخرى سنتيم يعني لك الحرف من بعد ما ربعت اه اه تربعة ديال الوسط دا با كان مره من تربعة اي اخرى دا با ديال جنب اضربت تربعة ديال الوسط دا با التربعة ديال جنب المعلومة اللي كنا كنت نتحدده فيها الخشب دا با كي نبعد الانواع ديال الخشب اللي كي يجي معه البرني كي اللي كي يجي معه الصباغ هاد النوع اللي استعملنا الخشب كي يطلع معه البرني كي يجي رائع قاش كيمشي معه البرني كي يجي رائع قاش كليه او اللي قاش كي يجي معه صباغ و لهذا يعني ثلاغ ان سان خزوته فى النوع كي نبعد الانواع كم ما قلنا لكي تطلع فيه البرني كي نبعد الانواع اللي اجي معه الصباغ هنا استعملنا النوع الخشب اللي يأتي مع البرنيز اللي يتبرنز وانتو ما تشوفوا اللي يتركبات الصالون كيف هذا يرجع مثلا هذا العرض هذا قطعه قطعه قطعة واحدة يأتي من الطرف يأتي احسن قطعه اللي انجليتي ديال القانت وقطعه وماذا ينزلون يعني تكون شطاب تحسن النوع قديسي يعني وكس قراطي يعني لكن شي شي حاجة شي حصة وكس قطعه لأول حاجة وكان بقى ماشين مع دريبة دريبة الخص كان نزلوا الخشب الليزر كامل كما تشوفوا كان كان جيبوا الخشب الليزر والبليكسي غلاس دياله وكان لصبوهم مع بعضهم كان شركوهم ومن بعد كان نزلوهم فوق فوق الجرس هذي البلاس اللي ينزلوا فيها راها عاملة في حوحة القل يعني ما ينزل اللح كي تفكسها ثم يعني ما يمشي لناتجاه لناتجاه يعني كي تفكسها يعني كي بقى واحد سنتيمة تصغر فينك تعاوطو وفينك تقاطلو نفحى مثلا ما هذا الوسط ثم كتوهو ركبناه كامل الليد 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 لا يشعر اذا الشفتو الاضاءة الليد لا يشعر لا يشعر انتجاه لا يشعر 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 يعني كينزل كينزل فيكس في المكان ديالو هذا هو البليكسي قلاص اللي ستعملو في الكولوار المعبر وهذا كدلك الخاشر ديال ليزل وهذه الطارزة مختلفة لنا على الصالون مكتبثوا يقصون يتلقى لها لها وهذا العرض هذا فيه ثلاثة واربعين سنتيم يعني الكولوار اده ثلاثة واربعين سنتيم والصالون فيه ثلاثة سنتيم بسبق�ا يعني ثلاثة ومكت تزود دخول الخشب يعني بسبق two-thsvine عشرين. وهذا الكلور دينا الخطة هو نصف طريقة دينا اللي استعملنا التركيب. هو برنزناها مع البرنين. وزيدنا له ديك المادة. ديك المادة الخص كاس تغلق البرنين كيف ما بغيس يصبح يصبح يرجعه قهوي كثيف. بغيس يتخليه يعني في الطبيعة دينا الخص بعد ما تركب. خشب دي اللايزر هاد مرآة ديك اجي في كل ورطة يصورناها مع هم مع هات صوير. شوفتو ديكور دي الكلور الخص كي جاء. يعني شي حاجة طوب روعة وهذا والصويلن دينا. لي بغيس يكسف على الصويلن ما كنشي شي حاجة احسن ما ديكور اللي كنستعمل الخشب اللايزر هادة والطوب اللي كينا دابا. يكدب عليكم كده بيقول لكم شكينا شي حاجة حسن هذا. خشب اللايزر احسن ما كنا دابا. ما كنشي حاجة مورا. اتمنى تكونوا استفدتم هالفيديو الخص لما مش شاركش في القناة الشارك في القناة فاعل اكزير اه تنبيهات يتكيلة تشغيل التنبيهات على الكل. مش توصل ديما بالجديد. وتبارك الله عليكم الخص. اشتركوا في القناة